لكن كان عندكو تحدي انكو تاخدوا البطولة. احكييلي عن الظروف الصعبة اللي قبلتكو في بداية مشروع البطولة من البداية. هو احنا الظروف بدأت في بداية الموسم لما اخدنا لما كابتن خالد ومجرس ادارة خدوا قرار الدمج. فانت عندك مجموعة لعيبة كبيرة مطلوب منك انك تخلي منهم افضل عناصر. فالحمد لله يعني كان فيه بالنسبة لحراس المرمى كان فيه لجنة موجودة برئاسة كابتن اكرامي واخترنا وقعدنا يعني حللنا كل الحراس اللي موجودين ودنا كل واحد حق وفرصة واكتر من فرصة كمان. بقاط ما استقررنا على الثلاثة اللي موجودين. احنا قلنا احنا ملناش ضعب حاجة. احنا هنشتغل. هنحط السياسة بتاعتنا والسيستم بتاعنا وهنشتغل عليه. المتشاط الجدوة الجنة وترتيب المتشاط موجود. هنلعب عليه. الظروف حصل حاجة تانية. دي مش مش في ادينا. فالحمد الله احنا زي ما قال كابتن رشد كنا من اول الموسم احنا واخدين عهد ان احنا ان شاء الله بايزن البطولة دي ما تطلعش من الناد الاهلي لان هي من ساعة ما تعملت موجودة في الناد الاهلي. المجلس الادارة وكابتن خالد قدموا كل الدعم للفرقة دي من اول المعسكر اللي تعمل في اسماعيلية وكل الامكانيات اللي موجودة من ملابس لتغذية. كل حاجة تعملت الفرقة دي. كان فعلا اكتر فرقة يعني الناس حاسة بيها وحاسين ان هما اقرب اقرب ناس البطولة وحاسين ان هما. لقيته دعم كبير جدا. دعم كبير جدا. فزي ما قلت لحضرتك احنا وقد نقرر من الاول احنا السيستم موجود. هنمشي عليه. الدوري موجود تلعب. كان دايما كابتن راشد يقول لنا احنا في اي لحظة ممكن يحصل اي حاجة. فاحنا لازم نبقى احنا موجودين على رأس الدوري بتاعنا. الحمد لله. بداية الموسم كانت مع كابتن ياسر. وانا بشكره لانه عامل موجود كبير. كابتن ياسر ادوان مدرب كبير. فالحمد لله الحمد لله ربنا قرمنا وقدرنا نحافظ على اللي احنا عزيز. اه كابتن محمد اكيد الاستعداد الاداري من بداية الموسم بكون الاستعداد مهم جدا. كد اللاعبين في المنطقة وكمان التحضير لكل مباراة. الشق الاداري الشق يعني بكون فيه اهتمام كبير جدا وفيه شغل وتعب كبير. تمام هو في الاول كنا عاملنا لما عاملنا دمج بين الفين واثنين والفين وواحد. اه. فعلا كان فيه مرحلة صعبة جدا اللي احنا عندنا تسعة وعشرين لاعب من الفين وواحد. وثلاثة وتلاتين لاعب من الفين واثنين. ومحتاجين نوصل لتشكيل ما يعني قايمة كانت خمسة وعشرين لاعب فقط. وفعلا ده اللي كان آآ التموح اللي احنا كنا شغالين عليه. وصلنا العدد داتاتة وعشرين لعب ايدناهم الفترة دي كل كل لعيب من اللاعيبة من الفين واثنين والفين وواحد ليهم ملف. طلعنا كل ملفات طبعا. آآ طبعا كان فيه رأي فني طبعاً وكان في لجنة فنية عشان ندمج الفرقتين وغير كده بعد ما تم دمج الفرقتين طبعاً تم الكيد اللاعيبة اللي هم كانوا 23 لعب من قايمة 25 طبعاً من دمن 23 طبعاً فيه اتنين طلعوا اعراض طبعاً عربي بادر ربنا وفقه وشادره دوار وفيه اتنين الحمد لله درجة أولا دلوقتي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وقابلنا طبعاً ظروف صعبة خلال الموسم ان فيه العيبة طبعاً اصابت فيه محمد خالد جلو صليبي من بداية الموسم فيه بدأنا الدوري وفيه ستة العيبة في المنتخب مصر ما كانوش معنا يعني احنا كان التشكيل ما كانش بيوصل ل13 واحد وكان معظم العيبة كله مش موجود اه اه كنا 13 واحد بالضبط 2001 والباقي كله من 2003 بس برضو كابتن خالد كان بيحفزنا كابتن خالد بيبو. اه. لازم البطولة. لازم نطلع على العيبة درجة اولى. وفي وسط اللي احنا التحدي ده لازم ناخد البطولة برضو رجالة. عشان احنا الحمد لله رب العالمين. من يوم ما انا اتشغلت مع الفريق. اه. من لو حلالك لفاكرة كابتن اوسامة من الفين وسبعتاشر الفين وثمانتاشر. اه. كنت مع حضرتك كأول بطولة الجمهورية مع حضرتك كده. اه. ودي الحمد لله رب العالمين تلات بطولة الجم ما شاء الله كابتن عمل شغل كويس. وهنستعرض لك دولة الجداول وترتيب الخرق والشغل بتاعك اللي انت بحضره على مدار اه الموسم. ربنا خليك. زي ما احنا نتكلم عن الملف الاداري برضو لا يقيل اهمية الملف الطبي. خاصة دلوقتي علشان تعد ناشئ من الفريق الاول ويكون حاجة للمستقبل. لازم تهتم بيه طبية. الناد الاهل بيه دايما بيتابع دكتور محمد. الاساليب العلمية. فيه قياسات قبل الموسم. قياسات بعد الموسم. كلمنا عن توفير الامكانات الطبية كمان للع احنا على الامكانيات الحمد لله متوفرة من بدري. اه دارة النادي. كابتن خالد موفر لنا كل حاجة السنة دي. الموسم ده كان موسم استثنائي بسبب موضوع الكورونا. انحنا بدقين الموسم في معدل حلاك كان عالي. وان احنا كان ممتنا ان احنا نحافظ على اللعيبة لغاية. اخر السنة ان احنا ما نتعرضش لان عندنا اصابات منها في القصة دي. الحمد لله رب العالمين. قدرنا ان احنا ننجح في ممتنا بشكل كبير. عندنا الموسم على خير. بدأنا الموسم وزي كل سنة ان احنا عاملين نزام تسجيل اللاعبين عندنا لكل لعيب ملف طبي في النادي حاليا. اه. بنعمله من اول مدخل النادي. اه. الاصابات القديمة بتاعته. او لو جاننا من النادي برا او لو موجود عندنا من البداية اي اصابة لقدر الله بتحصل له. الوزن الطول التكوين الجثماني بتاعه. القياسات العضلية بتاعته. القياسات الرئة والساعة الحيوية بتاعته. رسم القلب. بزي نرجة الاولى بالزبط. احنا السيستم ده احنا ماشينا عليه. كل الامكانات موجودة. موجودة. موفرها لنا النادي الاه سواء بالاجهزة سواء بالامكانيات سواء برئيس اللاجنة الدكتور اسامة مصطفى معانا كل يوم في القصة دي. الحمد لله عملنا شغلينا السنة دي وكنا موقفقين فيه الحد كبير. الموسم كان معدل الاصابات في. كان بدي أبادر شوية في الاصابات اللي هي الصليب اللي كانوا بها دو الحالتين اللي حصلوا صليب معانا في الاول. وده يعني الحمد لله رب العالمين هما في المرحلة الأخيرة في التأهيل حاليا. وجهزين بعد كده للمشاركة. بقية الاصابات اللي هي الاصابات المعتادة. الحمد لله احنا الدنيا كانت كويسة جدا عندنا برضو عندنا جراءات احترازية في قطاع النشئين وفي وعي الولاد كان يوميا بيتقاس درجة الحرارة لكل العيب وادوات الوقاية موجودة قبل وبعد التمرين منتابع لعلامات الحيوية يوميا للفريق كله اي العيب كان بيظهر عليه اي حاجة احنا كنا بنتعامل معه منطق الحرص من البداية والحمد لله رب العالمين عندنا الموسم على خير واخدنا البطول كانت سيد نتكلم معاك فن فن بقى بطولة قوية بطولة 2001 اختلفت شوالا لما عملوا مجموعتين لكن المباريات تظل قوية زي مباريات دور المتاس ما شاء الله نادل اهلي في التصفات النهية دلوقتي انا بقرأ المباريات النهية نادل اهلي ما فيش غير خصارة مباراة وحيدة امام سيراميكا كليوباترا وكل المباريات فوز على بيراميتس على الاتحاد السكنداري على الاسماعيلي على انبي طلاع الجيش الجونة وتعادل في المباراة الاخيرة مع المؤولين اللي حسنتوا فيها بطولة الدول وأنا اتعاملت السنة دي اه انا بقول عن الفرقى اللي احنا اللعبناها كلها معهم مضايبين كويسين معهم اه معهم مضايبين كويسين احنا اشتغلنا كويس قوي السنة دي اشتغلنا بسيستم معين اه اشتغلنا على اللعيبة اه حللنا كل Notreب حللنا الفرقى لقدامنا لأداء الفرقى لقدامنا وكنا بنجتمع مع اللعيبة عبد الماطش بنحلل عملنا نبط بيننا وبنضرر الأولى قريب يا سيلا التانية برضو عندك تحليل اداء بتحلل الفريل انت هتقابله سواء اه برامتس او المقاولين او ايه نفس شغل الفريل الاول والدرجة الاولى. بصة كابتن احنا الحمد لله يعني الحمد لله الكابتن تامي موجود احنا كنا بنجيب الفريل التانية قابلها بيومين ثلاثة بنحللها بنجيب الفيديو بنقعد اللعيبة معهم بنكلم عليهم كويس قوي بنشوف نقطة الضحف اللي فيهم ايه ونقطة القوة اللي فيهم ايه واشتغلنا عليهم اه اللعيبة حاسوا ان هم بيتمرونوا مع مع مدارب في الدرجة الاولى. السنة دي. لما تلع الدرجة الاولى اه عندنا خمس ستة تدعو شافهم ان انفس الشغل. الشغل بتاع الدرجة الاولى بيجيب الفريل التانية بيحللها. غير بقى تحليل اداء بتاعنا احنا. احنا بنشتغل على التمرين بنشوف التمرين احنا بتاعنا ايه اللي اتعمل فيه بنشوف يوم الماتش ايه اللي اتعمل و ايه اللي ما تعملش. فبنحاول نعمله. فحتى الحاجات السلبية اللي عندنا بنحاول نصلح. احنا كنا شغلين على الفريل التانية كويس قوي. الحمد لله احنا اشتغلنا على كل الفرق. كل الفرق كان بيجينا الفيديوهات بتاعتها بالمتشوف بتاعتها اللي قابلينا واللي بعدينا. فكنا بنحلل النوة الضعف. السلبيات بتاعتهم. الايجيبيات بتاعتهم. كنا شغلين كمان على الحاجات السبتة اللي هم بيعملوها. الحاجات السبتة اللي هم ممكن ييجي فيهم منهم مجوان. والحاجات السبتة كويسة ايجابية. فكان كل الفرق لما كنا احنا بنشتغل معاهم خلاص حاسين ان احنا كتاب مفتوح ليهم. اي حاجة بيعملوا احنا شغالين عليها. اي حاجة فيها نقطة ضحف احنا شغالين عليها. وفيه كمان محاضرة بتاعة نادي الاسماعيلي كمان انت ممكن تشوفها. طيب معانا اكيد معروضة بس عايز دلوقتي اشوف قبل ما اروح للمحاضرة دي وهي معانا عايز يشوف جدول الترتيب. جدول الترتيب في التصفات النهية هي يعرضوا معانا دلوقتي علشان نشوف جدول ترتيب المسابقة بعد فوز النادي الاهلي والنادي الاهلي تصدر. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكو دلوقتي النادي الاهلي اللاعب ثمان مباراة في التصفات النهية فاس في ستة. تعادل في مباراة هزيمة في مباراة وحيدة كانت امام سيراميكا كليو باترا. النادي الاهلي ليه اربعتاشر هدف وعليه خمس اهداف. المركز الاول برصيد تسعتاشر نقطة. سيراميكا في المركز التالي برصيد تمنتاشر نقطة. ده واندال ان كانت كانت مطولة قوية والمنافسة فيها شارسة للحظات الاخيرة. ام في المركز التالت برصيد سبعتاشر نقطة. المقاولين في المركز الرابع رصيد عشر نقاط. الجونة في الخامس عشر نقاط. تلاقي على الجيش السادس تسع نقاط. بالتحاد السكندري السابع تسع نقاط. بيرامدس في مركز التامن ست نقاط. والاسماعيل في المركز الاخير. ولكن المركز الأخير في التصفيات النهائية تسع في المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة الزمالك كان فين في التصفات النهائية مصعدش في التصفات النهائية مصعدش في التصفات النهائية بص يا كابتن أسامة مع احترامل كل الفئة اللي هم على لعب قصادنا دولت طيب خلينا بس نشوف ده ترتيب تصفات مطول الدار الجمهورية دي تصفات الأولى كان مع مجموعة الأهل الأهلي والجونة وإمبي واسموحة والإنتاج وغاز المحلة والناد الأهلي برضو كان متصدر فيها ده شغل كابتن محمد راشد عمل شغل هايل من بداية الموسم وبردو الناد الأهلي متصدر كابتن سايد المباراة الأصعب وإحنا شايفين جدوى المسابة والنقاط قريبة المباراة الصعبة اللي انت عدت كنت متحضر فيها وتذاكر فيها وكنت ألقاء منها شوية ويعني كنت متحفظ فيها لعبة كتير بص يا كابتن موسامة أنا ما عنديش مطش صعب ومطش سهل احنا بنحضر كويس قوي وبندي كل فئة حقها وبعد المطش نقول المطش كان صعب ولا المطش كان سهل لكن هو فيه مطش أو مطشين هم يعني حطونا على طريق السليل المطش الإسماعيلي هناك ومطش الجيش يعني الفئتين دولار الفئتين محترمين مطش الإسماعيلي كنا طالعين من هزيمة فكنا لازم أن احنا مكسب اللعيب عندنا كان عندها ثقف جامدة قوي وثقف ربنا ضيعنا كتير الشوت الأولاني حتى في المحاضرة كلمناهم قلنا يعني احنا ممكن نجيب جم من حتة دية اشتغلنا عليها في المطش غاية آخر دية احنا كان عندنا قصة أن احنا نجسب مطش الجيش الجيش ملعب نجيل أصنعي فئة كويسة كان خلاص دخل على النهائي كان فاضل المطشين فالمطش ده هيخلينا في حتة تانية الحمد لله عملناهم كويسين قوي وقدنا كويس بس احنا بنقول احنا في حتة تانية كابتين أسان احنا بنلعب كرة تانية اللي في مصر كلها مفيش فئة بتلعب زينا علينا سيستم معين شغالين عليه دي حقيقة يعني انا مش بقولها كده عشان احنا اخذنا البطولة لا بجد يعني حتى المطش اللي احنا اتغلبنا احنا كنا حسن من الفرقة التانية يعني انت لما تشوف كل الفرقة كابتين احنا بنشغالين على شغل أوروبا بجد معنا مستر ماركل شغال كويس معنا ده حقه لازم بنديله حقه احنا يعني بنعمل كرة زي الدرجة الاولى كده احنا في حتة وبقى للفرقة التانية في حتة تانية وجهاز فن كمان محترم ما شاء الله بين كمان من الشغل ومن النظام اللي كمان بيظهر على مدار الموسيقى اشتركوا في القناة